أهلا بكم أكدت شركات التأمين العاملة في دولة الإمارات التزامها بتوفير تغطية تأمينية للحوادث أي كان طبيعتها طالما لم تصنف أنها كوارث صبيعية بشرط أن تكون الوثائق شاملة وسارية وذلك وفق نظام وثائق التأمين الجديد المعمول به منذ عام 2017 نفتح اليوم ملفا هاما يتعلق بالتغطية التأمينية للحوادث الناتجة عن الظروف المناخية والبداية دائما مع أخبار التأمين بلغت قيمة مدفوعات شركات التأمين في السعودية خلال السنوات الخمسة الماضية 103 مليارات ريال توزعت على ثلاث قطاعات رئيسية وهي التأمين العام والتأمين الصحي والحماية والإضخار واستحوذ قطاع التأمين الصحي على 61% من هذه التعوضات أي 62 مليار ريال تلاهي التأمين العام ب37% أي 38 مليار ريال ثم تأمين الحماية والإضخار ب2% أي نحو مليارين ونصف مليار ريال ارتفع إجمالية التعوضات المدفوعة بقطاع التأمين الأردني العام الماضي 2017 بنسبة تتراوح بين 2% إلى 449 مليون دينار مقارنة مع العام 2016 بحسب دراسة للاتحاد الأردني لشركات التأمين وظهرت النتائج الإجمالية لسوق التأمين الأردني عن أعمال 24 شركة أن ذلك الارتفاع جاء نتيجة لزيادة التعوضات المدفوعة العدد من فروع التأمين وكان ترتيب الفروع حسب حصتها من إجمال تعوضات السوق المرتبة الأولى تعوضات المركبات التي وصلت إلى 224 مليون دينار وبنسبة ارتفاع نسبتها 7% وفي المرتبة الثانية جاء فرع التأمين الطبي حيث بلغت تعوضاته 160 مليون دينار محقق النسبة زيادة بلغت 9.5% وبحصة قدرها 35% من إجمال التعوضات المدفوعة توقعت شركة أين بيست أن تشهد أسواق التأمين في مجلس التعاون لدول الخليج العربي أداء سلبيا في العام 2018 وفقا لمجموعة من التحديات التي تشمل تأرجح أسعار النفط والغاز والضغط الناجم عن ذلك عن الأنفاق الحكومي والبدء بتطبيق ضريبة القيمة المضافة والتوترات السياسية ومستوى المنافسة السعرية الصارم في السوق واعتمدت شركات التأمين في دول التعاون تاريخيا على الإنفاق الحكومي لتحقيق النمو الثابت لأقصات التأمين لا سيما في مجال مشاريع البنية التحتية ونتيجة لتداول أسعار النفط والغاز دون مستويات التعادل المالي بدأت الحكومات تعيد النظر في سياستها الاقتصادية أكد مسؤولون في شركات التأمين العاملة في السوق الإماراتي أن الوثيقة الموحدة الصادرة في عام 2017 تلزم الشركات بتغطية الحوادث الناتجة عن ظروف مناخية بشرط أن تكون الوثيقة شاملة وسارية المفعول وقت الحادث وقد تتسبب الحوادث في خسائر تتعلق بالمركبات والممتلكات وهذا يصعب تقديره دون الرجوع إلى تقارير الشرطة وتقارير معيني الخسائر وتقارير وكالات السيارات وكذلك مصلحي المركبات من ميكانيكيين وغيرهم التفاصيل في هذا التقرير حسمت هيئة التأمين الإماراتية الجدل التائر بشأن تغطية شركات التأمين لحوادث السيارات الناتجة عن الاعدام الرؤية نتيجة للضباب الكثيف على الطرقات حيث أفدت الهيئة بأن شركات التأمين ملتزمة بالتغطيات التأمينية لحوادث السيارات بسبب الضباب وفقا للتغطية العمواتات لكل حادث طالما لم يصدر قرارة رسمي من الدولة باعتباره كارثة طباعية وفي ذات السياق أكد رئيس لجنتين شؤون القانونية والسيارات في جمعية الإمارات للتأمين رامز أبو زيد أن الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات بنوعيها المسئولية المدنية والشاملة السهريتين في الدولة تغطيان الحوادث المرارية الناجمة عن الضباب والأمطار الاعتيادية حسب الحقوق التي تمنحها كل وثيقة منهما ووضح أبو زيد أن وثيقة التأمين تستثني الحوادث التي تعتبر كارثة طبعية مثل الفيضانات والزوابع والأعصير إذن بعد ما تابعنا هذا التقرير مشاهدين نتوقف على طبيعة نوع من الحوادث الناتج عن عدم ترك مسافات كافية بين المركبات مما يتسبب بوقوع خسائر مادية كبيرة جدا لعدد أكبر من المركبات نتيجة توقف هذه المركبات بشكل مفاجئ ربما متسببة بحادث كبير وخسائر مادية كثيرة عادة هذه الحوادث تنتج نتيجة عوامل جوية أو مناخية أو حالة طقس سيئة حتى نعلم ماذا نعني بحرم الطريق ما هي الأصول المتواجدة وما هو حجم الخسائر نتحدث أكثر مع ضيفي في استوديو البرنامج السيد باسل سعد وهو مدير إدارة صيانة الطرق ومنشآتها في هيئة الطرق والمواصلات في دبي أهلا ومرحبا بك معنا في برنامج تأمين مرحبا بكم طبعا الكثير من المشاهدين عندما يتابع هكذا حوادث يعتقد أن الخسائر فقط هي خسائر السيارات والمركبات وبالتأكيد خسائر الأرواح لا سمح الله لكن الخسائر أكبر من ذلك ما الذي يتواجد في محيط الطريق وأنت تصف بأنه أصول كبيرة ووثمنها كثير مرتفع أول شيء نشكركم على الاستضافة طبعا تسعد هيئة الطرق والمواصلات بدبي على أن تكون رأيتها تنقل آمن وسهل للجميع ومن منطلق الرؤية كان واحدة من الأشياء المهامة لدينا وهي استدامة الأصول والذي نقصد فيه في الأصول التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في أكثر من محور ولكن في محور الخاص في حرم الطريق هي التي تشمل على الطرق الأرصفة عناصر الطريق من أثاث الطريق اللي موجود أعمدة الإنارة الرادارات أهم شيء عبارة عن الإنارة الإشارات المرورية عناصر مثل الجزور الأنفاق اللوحات المرورية اللي هي القاندريسان الجزر كل هالعناصر اللي موجودة عندنا يتم المحافظة عليها واستدامتها كم تبلغ قيمتها بالمجمل أصول الهيئة الأصول الهيئة بشكل عام الحين هي بلغت أكثر من 120 مليار شاريتين فيتا درهم درهم الأصول اللي متعلقة في الطرق هي أكثر من 60 مليار درهم نشرف عليها تتحمل الهيئة الطرق والمواصلات التكاليف السنوية للإصلاح والشاملة لجميع الأضرار الناتجة عن الحوادث المرورية ضمن حرم الطريق ومنشآتها من عناصرها المختلفة اللي ذكرناها سابقا ويتم التنسيق مع الدوار المختلفة في حال وجود حتى أضرار تابع لهم لإصلاحها ومنها عندنا النظام المطالبات اللي موجود في الهيئة واللي تم تنسيق معه موجود وتواجد في جميع مراكز الشرطة بإمارة دبي واللي نتلقى منه الحوادث والأضرار المالتها ويتم الاستخدام فيها اللي هي كيف عملية يعني يطلع منها ويرك أوردرز اللي هو أوامر عمل للمقاولين يتم الإصلاحها بلانا لكن عندما تحدث هكذا حوادث كبيرة جدا ونرى يعني بعد الأضرار المتعلقة بالمركبات شركات التأمين الخاصة بهذه المركبات تقوم بالتعويض سواء كانت خسائر بالمركبات وغيره لكن حرم الطريق ولو شمل مثلا عملية حريق أو تصادم وحدث ربما بعض الخسائر المادية لهذه المنشآت كيف بتنسقوا بينكم بين الجهات الأخرى اللي بتغطي قيمة هذه الخسائر لأنه أكيد تلجأوا لشركات التأمين أيضا على هذه الأصول فمين اللي بيخمن في الأول كم تنتظروا فترة حتى يتم إعطاء المسؤولية على مين كانت وبالتالي مين اللي حيدفع قيمة هذه الأضرار لدينا هنا نظام للمطالبات مرتبط مع شرطة دبي والبلدية بناء عليها أي تقرير شرطة يجي على النظام هذا يتم دخاله ممكن شركات التأمين اللي مشتركة معنا تشوف دارك للتقارير هاي يتم تقييم التقارير حسب الأضرار من عند الشرطة مثلا يتم حصر إذا قول مثلا إذا في عمدة إنارة متضررة كم عددها اللي هو الحواجز الحديدية اللي موجودة في الشوارع كم أضرارها إذا مناطق الأسفلت لاسترب الديزل اللي موجود من ناتج من الحوادث كم مساحات الأضرار هاي ويتم تقييمها وبدء بإصلاحها وقد يتم إصلاح هاي الأضرار بشكل مباشر وفوري لما تكون حتى بوقت الحادث قبل أن الشرطة تكون طلعت من الموقع خاصة أنه عندنا لدينا فرق طوارئ في هيئة الطرق والمواصلات وتقوم بالرد الفوري والتنسيق مع الشرطة بالموقع وتم جلب أن تأمين عناصر الطريق والإجراءات السلام اللي موجودة ونحن فعلا نتابع لما نكون حتى على جانب الطريق ومنصادف وجودها حوادث لأنه كما ذكرت ما في مجال تنتظروا حتى تقوموا بإصلاحها من قبل شركات التأمين والتعويض لأنه هذا أشياء مهمة وضرورية على جانب الطريق المطالبات خلينا نعود أخيرا إلى دوركم في التنسيق مع شركات التأمين وعن هذه الأضرار من هي الجهات المسؤولة التي تتعاون معها كهيئة من أجل حصر الأضرار والمسؤولية العامة لأنه في كثير من الأشخاص يعتقد أنه على سبيل المثال أنا أقود مركبتي أو أحد الأشخاص وشفنا مثلا تسبب بحادث ودخل في منطقة حرم الترام وموجود المخالفات والغرامات عليها واضحة جدا أو في استضم بالترام وتكلفته كثير عالية وباهضة شركات التأمين ممكن تحمل المسؤولية على هذا السائق لأنه ما التزم من الأساس بالمخالفات بين المخالفات وبين حوادث عارضة خبرنا لأنه حتى في حوادث الضباب وغيرها أيضا في مخالفات وفي تحذيرات ممنوعة سوق في هذه الظروف المناخية وغيرها طب بين المخالفة وبين دفع الأضرار دوركم مضبوط وفي بعض الإجراءات التي اتخذتها بعض الدوائر الحكومية أنه بعد لما تنزلت مثلا رؤية إلى 500 متر نحن في هذه الطرق مثلا عندنا الحافلات التي تم استخدامها عند نزول الرؤية إلى تقريبا 500 متر نمنع تعرف أن الحافلات تنتقل من إلى إمارة أبوظبي أو إمارات أخرى حتى سلامة الأشخاص وهذا جزء من رؤية وهي ممنوعين لكن الأفراد العادي يسوقوا بحذر لأنه أكيد حتى أقل من نصف كيلو ما نشوف في حالات الضباب أما بالنسبة للأضرار التي موجودة لدينا جزئتين لديك مرات سائقة معروف مين تسبب لديك تغارية شرطة فيها هذه الأتات التي موجود وفي عندك بعض الحوادث التي هي ضد مجهول صح مثل أن حد يدعم ويهرب 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 نعم نزيل هذه مرات نصلحها من عندنا بعض الموازنات نخصصها لا نستطيع دائما بالمسؤولية على طرف المكان خطر لماذا أدور أنا موجودة وقد يكون عندك ناس أصلا ما عندهم تأمين وعشان شي نشجع الناس أصلا أن يسوون إجراءات التأمين عشان فيه تواصل بينه وبين شركات التأمين كلها وفيه إجراءات عمل واضحة بينهم عن طريق نظام المطالبات اللي موجود هذا اللي مثلا اللي ضرب وهرب وما عندنا أي ريكورس عليها لا نخوم بأسراح وفي هيئة الطرق والمواصلات نحن في بعض المناطق الحيوية والأصول الهامة يتم التأمين عليها بالهيئة إذا ما قدرنا وخاصة هذه ترتبط بمظهر الإمارة صح نزيل وجزء منها في إسعاد المتعاملين عشان بعض الأشياء يوم تكون تشكر خطر قد يسوي هذا الثاني في نفس المنطقة فما في مجال تنتظر يعني يعني مثلا حواجز حديدية تكون مش موجودة خاصة على الجسور تكون كثير خطرة وهذه خطرة في بعض المواضيع تحول إلى المحكمة ويتم فيها بدت القاضي بالأضرار وكم تحبل فيها من قبل السائق هذا ولا المركبة هاي بس نكون الرد إحنا صلحنا بعدين يتم التجاوز بعدين تأخذوا قيمة التعويض نحن نشكركم لتعاونكم معنا ونتمنى دائما السلام للجميع على الطرق وخارج الطرق أيضا فهاتنا رسالتنا بعد أن واحدة من رؤية الهيئة هي التنقل آمن وسهل للجميع ونتمنى لكل جميع السلامة ويأخذون حذرهم خاصة مذل الضباب أو قاتل الضباب هاي لازم يأخذون حذرهم ويلتزمون بالتعويض وما يكون رادع الوحيد هو فقط قيمة المخالفات البعض ولكن يكون سلامتهم بالدرجة الأولى وبشكرك لتلبيت دعوتنا سيد باسل سعد وانت مدير إدارة سيانة الطرق ومنشآتها بهيئة الطرق والمواصلات في دبي شكرا جزيلا لك نتعرف بعد الفاصل على نشاط قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة التأمين على المركبات يمثل دعامة شركات التأمين الإماراتية نتعرف على نشاط قطاع التأمين الإماراتي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ونعود من جديد مشاهدين الحديث عن حجم الخسائر المادية وكذلك البشرية التي تتكبد شركات التأمين في دفع تعويضات نتيجة عنه أو نتيجة هذه الحوادث الكبيرة التي تأتي دفعة واحدة شركات التأمين كيف يكون موقفها وكيف تقوم بإركان هذه المسؤوليات في نهاية المطاف نتحدث مع ضيفنا سيد عبد المطلب الجعيدي وهو رئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للتأمين أهلا ومرحبا بك معنا دائما نحن دائما نتمنى السلامة للجميع لكن الحقيقة ونحن نتابع عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا تبعنا حادث الكثير القاتلين في دبي أو في الإمارات وخارجها شافوا ضباب كثيف الرؤية كانت منعدمة وتصادم طبعا السيارات على شارع أوتوستراد كبير جدا وكان عدد هائل من السيارات والمركبات التي أحدثت خسائر مادية شركات التأمين المركبات أول تصرف لها عند حدوث هذا الحادث ما هو؟ هو البضاء الطبيعي لما يصير في حادث تفتح الملف ويكون بعدين تشوف السيارة تتعاطى مع المؤمن عليه أنه أساسي إذا كان فيه إصابات أو ما فيه إصابات برضو كما تتخذ إجراءات الكفيلة بذلك وبادر بتحمل مسؤوليتها من ناحية إصلاح السيارة طيب إذا كانت أول مركبة التي تسببت باندفاع 66 مركبة وراءها خلفها تصادم وراء بعض هل المسؤولية تكون على المركبة الأولاني التي قررت فجأة في منتصف الطريق أنها تتوقف مثلا؟ لا هو اليوم الذي كان بالأول الفركات تتحملها للمركبة المتسببة الأولى وراءها 66 سيارة أصبحت اليوم كلها بعبارة عن يعني الأولى بتأول الثاني والثاني والثاني يعني الكل ليس مسؤولين يعني لما واحد بسرعة وعارف أنه ما فيه رؤية قدامه يعتبر مسؤول يعني بتحمل جزء من المسؤولية فالسيارة الثانية بتحمل مسؤولية السيارة الأولى والسيارة الثالثة بتحمل مسؤولية الثانية وهكذا طيب لو فرضا بالصدفة كان من سوق ستين سيارة عن نفس شركة التأمين فهل بيكون هذا الخطر مقدر عن شركة التأمين بتقدر فعلا أنها تقوم بتغطيته مباشرة لأنه أنت عم تتحدث عن حجم كبير جدا ممكن يأثر على ميزانية الشركة ما هو حتى الحجم هذا لو كان كبير يعني اليوم أي شركة التأمين ما عنده الملائق الكافي أنه تمارس شغل يعني هذا يعتبر جزء زمولة نقطة من بحر على الالتزمات بتتحمل شركة التأمين من نسبة البورتفوليو مليارات أما أنهم تحمل مع أنك ذكرت أنه الخطأ كان بسبب الضباب وانعدام الرؤية لكن يحمل السائق في نهاية الأمر أنه حرك سيارته واضطر أنه يقود مركبته في هذه الظروف الجوية قبل قليل كان معنا ضيفنا من هيئة الطرق والمواصلات وحكى أنه حتى مع اختلاف سياسات الإمارات في دولة الإمارات أبوظبي كانت قد باشرت من عام تقريبا بأنها ترصد مخالفة للحافلات التي لا تستطيع أن ترى على مدى 500 متر ومع ذلك خاطرت ولجأت إلى الطريق في حال ثبوت أنه الخطأ على السائق ممكن شركة التأمين ترفض أنها تقوم بالتغطية لا هو بالنسبة ما فيه قانون بقول أنه إلا إذا كان فيه قانون يعني إذا كان قننت هيئة الطرق بموجب قانون وهو قانون ملزم فيه عنده بحدد مخالفات وبحدد برضو عقوبات وبالتالي هنا يعتبر السائق يتحمل مسؤولية الحادث البصر عليها بس إنما بالوضع الأوضاع الحالية الحوالث كلها نجيز الأخطاء بشرية نعم طيب ضيفنا قبل قليل ذكر أنه هكذا عمل وقيمة أصول تقدر بمئات المليارات بالنسبة لحكومة دولة مثل دبي تنظم الطرق وكل ما على الطرق وحرم الطريق من ما نشاهده بالتأكيد ستؤمن على هذه الأصول وذكر أنه أحيانا لا يستطيعوا أن ينتظروا أن شركات التأمين أن تقوم بالنظر على من يحمل المسؤولية وغيره يجب أن يقومهم بداية بالإصلاح مباشرة لأن هذه أمور خطرة لا تترك هكذا وبعد ذلك يقومون بإعازة شركة التأمين غير عن أنه ذكر أنه في ناس عندك ضرب وهرب في ناس ممكن مصدرها مجهول فهما بتحملوا التكلفة كم تأخذ شركات التأمين فرصة ووقت باعتقادك بأنها تنسق معيها الطرق وبين الشرطة حتى تقوم بالتأمين هناك نوعين من الضرر ضرر ممتلكات عامة وضرر ممتلكات خاصة الممتلكات خاصة تتعلق بالسيارات وما سبب الأشياء المملوكة للأفراد سواء متسبب أو متضرق هذه الشركات التأمين عادة بتمرد دورها مجرد ما يجيها الحادثة وتجيها السيارة نفسها بتحولها للتصليح أو إذا كان ثبت مسؤولية الساق على الموضوع بالنسبة للحادثة بالنسبة للممتلكات العامة نفس الشيء هيئة الطرق تتولى عملية إصلاح بدون انتظار وبنفس الوقت بتتخاطب شركة التأمين المؤمنة على المتسبب في الحادث للحصول على الأضرار بتعادها نعم تحت الهواء وفي الكواليس ضيفنا تحدث بأنه بسبب النظم التي وضعوها وبسبب هذا هذه الطريقة من وضع ربما مخالفات وغيرها وتحديد وتقنين كمية الحوادث تراجع تكلفة التأمين لشركات التأمين المركبات يقول بحدود 50% يعني هم وفروا عليكم 50% من حوادث الطرق بسبب هذه الشعاعات والنظم هل توافقه هو توفير تكلفة توفير مباشر ما فوقفه هذه هي عبارة عن أنه أعطت مساحة أوسع للسائقين أنه يتفادوا الحوادث بالنسبة مع هذا الحوادث نحن نشوف كل يوم عمالة انت شايف معدلات حوادث 2017 لم تقل عن العام الذي تسبب لا العمالة بتزيد مش بتقل السببب الزيادة باعتقادك في أكثر من سبب أولا رعونة السائقين بصفة عامة لأنه هيئة الطرق والحكومة وفرت شوارع واسعة جدا أغرت السائقين أنه يزيدوا السرعة ومعظم الحوادث بسبب السرعة الزيادة نزلوا الرادارات التي تابع في الطرق 140 صارت 120 120 صارت 100 مع هذا فيه سواقين إذا كان برد بالجريدة فيه خلال ساعة واحد 19 مخالفة رادار 19 مخالفة رادار على سائق واحد لسائق واحد فإذن العموضية الموضوع أنا عرفت هذه الزوجة كانت غضبانة على زوجها واخدت سيارة وانتقمت منها لن يقوم بهذا العمل غيرها هو المشكلة يعني اتساع الطرق بعدين يعني الحالة العصبية للسائقين بكون مغلنا نعسان بسوق متأخر على شغله متأخر على شغله استحمت معه الطرق في فترة وطرع من يمباد يعني هو سوق تقدير واخر أهم شيء أنه لازم يكون فيه نوع من الضبط المسافة بينه وبين السيارة اللي أمامه نحن نتمنى السلام للجميع ونصائحك بالتأكيد يأخذها المشاهد والسائق وشكرا لحضورك وتلبية دعوتنا دائما ضيفنا الكريم سيد عبد المطلب الجعيدي وأنت رئيس تنفيذ شركة الاتحاد للتأمين مارك الله فيكم شكرا نتمنى السلام للجميع شكرا بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية لقائنا الأسبوعي من برنامج تأمين لمتابعة هذه الحلقة والحلقات السابقة زورونا على موقعنا الإلكتروني cnbcarabia.com وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك إلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر